مفروض تلع لكم صوت صورة بس لاني بالاسود لكون العمر بكتفي بالصوت بالندوي اللي اطلعت فيها معي دكتور سامي بس على السبيس سألك احد المشاركين هل حربك قادة الدروس كشخصية بارزة لكنك بلا باقة هربت من الاجابة كالعادة أسألك الان انا الدروسية هل يكرمك اهلك المملوكين من السادة كما كرمك العرب من المحيط الى الخليج الى كل الاغتراب العربي في اسقاع العالم ارجو ان لا تلعب بالاجابة شكرا تعرفي نضال صديقة عزيزة وقديمة يعني انا ونضال يمكن كمان بلشنا المشوار سوا واشتغلنا بظروف صعبة ونضال تعبت على حالة ووصلت وبجهة شخصية وعصامية بالدرجة اولى يمكن الناس بتشوفها اليوم وانه اذا ردت على مبدع فبينبسط واذا غضبت عليه فبيخاف وكذا بس لوصلت لها الدرجة هي كافحت وناضلت وتعبت ما حدا فتحها بواب عمليا ووصلت لشي نادرة الناس بمجالة وصلوله وضلت متابعة خط واحد ما غير يتلاب موقفة ولا بسياستها ولا بهايك سؤالة لاني ضال بحبها كتير كمان ايه معا حق يعني انا مثلا بتكرمت كتير دول اخد جوائز عربية وعالمية في تكريم لقى قادة الرأي الاعلامية منظمة المرأة العربية بدي اشكر منظمة المرأة العربية على اختياري انا وشخصيتين سيدي من السودان وسيدي من المغرب انه اختارونا انه قادة رأي بالاعلام للنضال من اجل المرأة كمان هيدا شي مهم انا بعتز بنصفنا الاخر فانا بدي اقلها لاني ضال ايه معا حق لانا انا تكرمت بكتير دول واخد جوائز بكتير دول اما بمنطقتي اللي هي جبلي لا بشوف بحس بعيون الناس بمحبة الناس كتير كبيري بس كتكريم لا يعني دايما بيقولوا الكنيسة القريبة ما بتشفي ربما هيك وربما في بعض الاطراف ما بتقبل يعني رح نبقى ضمن الجبل بدي اطلب منك تطلع بكاميرتك لانه بدي شوفك كمان تمان مع رئيس الحزب التقدم الاشتراكي وليد بيك جنبلات اذا بك تقل له اليوم رسالة ونحنا عم نحكي عن الجبل شو بتقل له اليوم لوليد بيك جنبلات بدي قل له يخلي تيمور جنبلات يشتغل بحرية اكتر لانه انا بعتبر انه بعبر عن جيل شبابي وحابب انه يعمل تغيير جزري بس ربما صورت الوالد بتضل هيك الى وهرة عليه فما بعرف يعني انا بعيد عن هيدا الجو بس انا بحس انه اذا فسح له مجال اكتر لتيمور واحيط بعدد من الشباب اللي بيشبهوه وكانوا خبراء بمجالاتهم يمكن يغير كتير من القواعد اللي لازم صارت تتغير فانا بتمنى انه يفسح المجال لتيمور اكتر السامي الكليب بفترة غرد وليد بيك جنبلات انه استقبلك على العشاء وكان اللقاء وديا واز بعد الثورة منشوف انبلع تويتر شو صار واليوم كيف علقتك فيه اذا بتشوفه بتسلم عليه والله انا حكيت عن الموضوع وانا قلت انه صار شي وانتهى يعني عمليا هو قال شي وانا رديت عليه انا شعرت انه شعرت بالاساءة للاماني ورديت ورديت يعني كمان طرح اسمك كوزير هو اللي شكل مشكلة عند وليد بيك جنبلات يعني هل بيتخوف من صعودك مثلا على الساحة الدرزية خاصة انت شخصية محببة عند الناس لكن مش قصة بتخوف انه هو بالنهاية زعيم وعنده شعبية كبيرة واسبت بالانتخابات الاخيرة انه يعني ضرب الكل بيوجه عمليا ورسخ زعامته بس هو يمكن ما بيرضى حدا من غير مناخه اذا بدك او ما يكون تحت عباقته عباقته انه ياخد منصب كبير بالدولة ما بيعتبر يمكن هاي من شروط الزعامة ممكن يكون هيدا السبب وممكن لانه شاركت كمان انه زلت عملت ندوات كبيرة بالثورة وربما كمان هو نأزان على الخلافي انه بعدين المجتمع المدني بالجبل يتحرك بشكل كتير كبير لانه ما تنسي انه هو عنده كذا مشكلة عنده مشكلة الخلافي ابنه بتيمور اللي هو بيظل قلق على بيستقبله عنده مشكلة انه في اطراف اخرى نهضطه بلحظة معينة عنده المجتمع المدني اللي عبي توسع عندك الاطار الاقليمي العام حتى لو ما فيز بالانتخابات بس الرقم اللي حققه لو عغير انه الانتخاب كان اي انه ويقام جيب عشر تلاف بس ويقام مش يعني منه هالمعارض الشرس ضد والجمهورات لا هو اصحاب معه يعني بيشوفوا بعضون وبيلتقوا دايما ويمكن هلأ التقوا مؤخرا حسب معرفة يعني مش انه والله حامل الساتور وعن بيقطع روس يعني بس بلحظة معينة ايه تاريخيا كان الوضع اعنف بس هلأ قربوا وشايفوا بعضون كتير قبل انتخابات بس انا بتخيل بتخيل شو عم تقطع رسيل لا والله بيحكي واقع يعني انه وحتى اذا لاحظت ويقام بالحملة الانتخابية كان عبيقول انا حريص على المختارة وحريص على ولي الجملات وكذا يعني كان عبيحكي مثل كانه حدا كتير قريب وصار في اللقاءات بس كان عم بخفف اضرار ايه بس بس هو ليش صار الهجوم عليه لانه كان في عملية شحن اذا بدك انتخابي عاطفي وكان المفترضين قال انه ويقامت ومطلع حزب الله ومطلع شوريا على الجبل وكذا وهيك بعدين بيتبين انه بالحملة الانتخابية مثل ما يقولوا الفرنسيين الاجاركم الاجاري يعني بس كوني بالحربة كسعم لي كل الوسائل ايه بس انه مش انا ما شفت والله انه يا لطيف ومع بيهدد وعم يرعد وكذا ضد ولي الجملات لا انا بشوف العلاقة بيناتهم منيحة يعني مش بس يمكن كمان يمكن لو كان يجاهر اكتر اذا بدك بالمعارضة الشرسة ربما ما بعفي يمكن كان جاب اصوات اكتر لانه بالاخر ضاعت القصص شوية كان بده يمكن بعدش الف صوت لا يقدر يخلق ايه بس بس انتبهي بدي اقلك شغلة سمر وقام كمان يعني اجا من صديق الطفولة لا مش بس هي مدرسة ايه طبعا وبحبه كتير بس اجا من عائلة يعني عمليا بيه مدير مدرسة وشاطر بالقواعد كذا شرح لك يوم باخير حلقة معيك بس انه بالنهية عمل خرق داخل الطائفة مهم بمعنى انه طلع من محل عادي جدا متواضع اكيد منه ولا ابن بيك ولا ابن ميش يعني منه ابن البكاوات ابن العائلات الكبرى وكذا وهيك فعمل خط عمل خط منه هي يعني وكمان خاطر بحياته مرات عديدة اشتركوا في القناة